دكتورة نصاف بن علي مدير العامة المرصد الواطن للأمراض الجديدة والمستجدة لنصاف مرحبا بك شكرا لك على قبول الدعوة عسلامة مرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعين مزيكة ثان مش نقترح عليك انترفيو ثلاثين أبعاد تخودي ماضي حاضر ومستقبل شوي اخر تلاحكيو على الماضي والحاضر والمستقبل لكن بطبيعة الحال وحنا في انترفيو جورناليستيك نبدأ بالوضع الآن الساعة قبل كل شيء شنو وضعيتنا؟ الوضع الحالي المرتبط بالجائحة العالمية هذه في تونس هو وضع خطير جدا وللأسف عنا مستوى الانذار هو مرتفع جدا في كامل تراب الجمهورية التونسية عنا أكثر من 180 معتمدية هما ذات مستوى انذار مرتفع جدا يعني نسبة ظهور الحالات في الـ 14 يوم الأخيرة تفوت المياه على المئة ألف ساكن وعنا 22 ولاية هو معنيين بالمستوى انذار مرتفع جدا بالنسبة للعدد المرضى الجدد اللي يظهروا كل يوم عادينا نشوفوا فيهم اللي هو باقي مرتفع نسبة التحليل الإيجابية بين التحليل المنجزة كذلك باقي مرتفع تفوت الـ 25% واللي هو يعتبر مرتفع جدا نسبة للأشخاص اللي يطلبوا إيواءهم بالمستشفيات على مستوى أسرة الإنعاش كذلك في ارتفاع ثم ضغط كبير على مستوى أسرة الإنعاش ضغط كبير على أسرة الأكسجين ضغط كبير حتى على الأكسجين لأن البزوان زاد ببرشة حتى الأشخاص اللي هما مصابين وهم مقيمين في ديارهم ويستحقوا الأكسجين كذلك فما عدد كبير من الأشخاص اللي هم في الوضعية هذه ثم معانتها المؤشرات هذه الكل اللي نحطوها مبعضها هي معانتها تعطينا اللي الوضع بالحق خطير جدا وهذا مرتبط خاصة في دخول السورية للبريطانية لتونس اللي دخلت في شهر فيفري واخذت تعطي ستة جمعات ثمانية جمعات باش تعطي التأثير الكبير متاحها والنسق هذي المتسارع جدا في الحالات وعدد الوفيات اللي قادرين نسجلوا فيه حاليا يوميا اللي مازال يعتبر مرتفع جدا حتى نسبة الوفيات على مئة ألف ساكن في تونس هي معانتها حوالي تويكة فاتت تسعين على مئة ألف ساكن وهي نسبة مرتفعة هذهم كلهم مؤشرات معانتها خلطنا لهم كيفاش خلطنا لهم هو جائحة عالمية البلدان العالم الكل هما في بضعية كما هك المنطقة متعنا منطقة الشرق الأوسط في الأسبوع الأخراني عندها زيادة في عدد الحالات وزيادة في عدد الوفيات وفما المنطقة الآسيا الغربية كذلك فيها زيادة في نسبة الحالات والوفيات بالنسبة للمناطق الأخرين الكل في العالم يجدوا تقلص إذن أحنا المنطقة متاعنا الكل تشهد ارتفاع في عدد الحالات وعدد الوفيات أكثر من حتى عدد الحالات وآسيا تعرفوا اللي هي مرتبطة خاصة بالوضع اللي قاعدين توا ندبعوا فيه العباد الكل اللي هو في الهند واللي هو بالحق فما عدد الحالات كبيرة برشا مرتبطة بالسوريال الهندية المتحاورة هذه الجديدة قلت لك اللي هي انتريفيو ماضي حاضر ومستقبل هذي يعطيتني أنت صورة فوتوغرافية ويظل صورة فوتوغرافية هذي بدأت الناس تعرفها دكتورة نساف من حبش نتكلم برشا لكن خايف لا حتى حديثنا يصبح نمطي حول الكورونا ويتعدى يدخل من الوذن هذي يخرج من الوذن هذي ولذلك يجا نفهم رباحنا شوية نصيف ساعة أنا وياك مكش ديما بحذية نبدأ بالماضي وقت نحكي على التقصي والتحاليل مدام نساف أنت كنت تحكي على المناطق في العالم لكن الثابت أنه المناطق اللي في العالم هي مرتبطة بقرارات سياسية قرارات أنتها البلدان المانعة هي البلدان المانعة بالتلقيح قرارات أنتها البلدان اللي الآن عامل وتتلاطق مع السلالات كما بلديننا هي زادة بلدين اللي وقت دخلت السلالات ما قصرناش معها ما قصرناش معها و Virginia رجعوله دوك نبدأ بالتقصي والتحاليل عمرنا موصلنا إلى حقيقة العدوى في بلادنا الحقيقة وعمرنا ما حللنا بما فيه الكفاية معناها هذا خطأ أصلي خطأ أصلي في علاقة بالبسير وخطأ أصلي في علاقة بالتحليل السريع خلينا نجيب تولي المطهر القدرة الوطنية على القيام بالتحليل والتقصي الميداني هي معتها أنكس تخيز أمبورتان في الكوفيد باش نجمو انصيتو عليه احنا نسبة الحالات المكتشفة اكيد انها تمثل 15-20% من نسبة الحالات الكل وهذه مش خاصة في تونس بركرة ومفهمة حتى بلاد تقدر باش تتقصى جميع الحالات اللي موجودة مش جميع لكن جستو على قد ما يبدأ البرسنتاج قوي على قد فهمة أكيد سرعة تكفل وتكون خير الحالات اللي عندهم الأعراض يمثلوا 15-20% من الحالات الإجمالية وأحنا معناها لفلستراتيجية متعنا مشينا في أن تقصي الحالات اللي عندهم الأعراض وبالنسبة للمخالطين للحالات يقوموا اللي ينطبق عليهم العزل متاحهم في معانتها يقعدوا حتى لين مدامه كان مخالط لشخص يقعد العزل متاحه لمدة 14 يوم يتبع إذا كان عنده أعراض ولا لا وهذاك عليش أحنا معانتها في الاستراتيجية متاعنا بما ارتداء الكمامة للناس الكل حتى أي شخص يجب يكون متحالة شخص آخر يكون حامل الفيروس تعداه منه ويكون ما يدرش عنده أعراض لكن هو يجب يعديه لكن هذا دخل في المعادلة مادام نيساف دخل في المعادلة فكرة الوعي الجماعي اللي هو الحقيقة ما أنا من يجبش يتعمل عليه برشا حتى في بلدين أخرى اللي الآن قاعدة تخرج من الجيحة بشوية بشوية في وقت من الأوقات الردع كان قوي جدا في علاقة بالحجر وفي علاقة بالكمامة لحقيقة عملنا معه دون مانيغ ميتانين معناها بشكل متوسط تونسي انت برككة فكرة التقصي والتحاليل وقت اللي يخرج الياس الفخفاخ في وقت من الأوقات ويقول مئات الألاف من التحاليل السباح وين يا مدام أساني 20000 من التحاليل السرع أين تم استعمالا ما تم استعمال quant patiently في التحاليل اللي قاعدة تخرج لو مياً فما نسبة من التحاليل السريع أحنا جاة الكمية اللو الأولى ميتان ألف جرع اللي جاولو ونستعملناهم الكل ووخذينا خمسمائة ألف جرعة أخرى قاعدين نستعملوا فيهم لكن التحاليل السريعة شنية المشكلة متاحهم ومشكلة متاحهم ديك بس فرماسي لا المشي ديك الل temporal انهم هما يتعاملوا الخمسة يام اللولة منذ بداية الأعراض معناتها كيف يبدأ عبد ما عندوش أعراض وإلا عبد فات الخمسة يام منذ ذهول الأعراض يجب يجي فيه نيجاتيف هذه هي الإشكالية نحن نكثف في الاستعمال بتاعهم وفي جام وفي في وقت استعملناهم بصيفة كبيرة خاصة نعمل لجوغني بورتوفيرت باش العبادي اللي يجيوا عندهم أعراض نجب نعمولهم ولتوا نحن مكثفين في استعمال التحليل السريعة والأقبال هو اللي معنتها ضعف برشة فما برشة عبد ولو يعرفوا شنو الكورونا ويعرفوا الأعراض المتاحة يقول لك أنا طوال بي نعمل في تحليل طوال نقعد على روحي في داري حتى لن نبرى ومش لازم نعمل التحليل وهذا قاعدين نشوفوا فيه احنا ندي وديما ونأكدوا على ضرورة انه كل شخص يبدأ عنده الأعراض باش نجموا ساعة هو يعرف روحه عنده ولا ليه الكورونا خاطر يلزموا خاطر مياه روحه كومان إلفا إيوليه بالاسويت يجم شخص يولي عنده مانتها يستحق أنه طبيب يتلهابي هذك علاش أي واحد يضر عنده أعراض اللي هي تشبه الأعراض مثل غريب راهي راهي كورونا يلزم نحلو لكن هوني هزيتني مدام النصاف إلى مشكل آخر زادا قلت لك نحكيه ماضي وحاضر المستقبل المشكل الثاني هو 12% من الوفايات في المنازل وحالات عدم التمكن من الأصول إلى المنظومة الصحية فما ناس ما خلطتش تدخل للمنظومة الصحية ويصير البرزان شارج وهزها الكورونا من الغادي الغادي هذا زادا خلق شوف اللي قاعد نحكيه لك روحه على وضعية على وضعية على حد تقديري تفسرنا زادا شوية اللي قاعد يصير لكن واضح أنه عندنا محطات فشل كما كان عندنا محطات نجاح وكما اليوم فما مجهود وطني يحاول أنه يهز عملية التلقيح برغم أنها هي موجودة بما فيها الكفاية التلقيح لكن ظاهر أنه كان عندنا مشاكل ظاهر أنه كان عندنا مشاكل أكيد هو أنا طيب أش نرجع أقول شنو ما الركائز الأساسية بالنسبة للكوفيد أولا الاكتشاف المبكر للحالات من برشا علاش خطر بش يمكنك بش تعمل متى تعطيهم الدواب صفة مبكرة أين على حد تقديري هذا صار في مشاكل كانوا مدر الاكتشاف المبكر للحالات أحنا في المرة اللولة أول مدات الكورونا كان العدد ضعيف وكنا كل شخص تظهر عنده الأعراض نمشيوله أحنا نتنقلوله نعنوله التحاليل كي كثرت الحالات من المستحيل باش ليزيكيب موبيل يمشيوا للأشخاص الكليكا ويستجيبوا للطلب اللي ولا مرتفع أكسبونانسيال ولنا فما مراكز توجدت للتقصي المبكر اللي هما عملوهم الإدارات الجهوية للصحة في عدة مناطق صاروا لجورني بورتوفيرت استعملنا فيهم لتاست غابيد وصارت ليزيكيب متاع السامو وعملوا ديزوغير إنهم هما يجيهم فيهم لعبة جعلوا لهم التحاليل وأحنا حاليا نعمل بين خمسة لاف وسبعة لاف تحليل يوميا قعد هذية حافظنا عليه وزدنا دعمنا بإدراج المخابر اللي هما موجودين في الساكتور والله دعموا معناتها الأنشطان بتاعنا هذية ومن اللول كانوا بالنسبة للمسافرين ومن بعد كذلك حتى الأشخاص اللي معناتها عندهم أعراض كل شي يجمعوا يمشيروا المخابر هذية هذا معناتها الدعم اللي صلنا به لكن أكيد أنه لازم نواصلوا في التحاليل هذية وهي ركيزة من الركائز الأساسية اللي يجبنا نعمل عليها وهذاك عليش حتى الإدارات الجهوية والكل قاعدين مكثفين في عملية التقصي هذية نحب نقول حاجة أخرى رغم الأشخاص العاملين في قطاع الصحة اللي يقوموا بعملية التقصي في الميدان هما بيدهم يعملوا في تقصي المخالقين خاطر يكلموا بتاليفون بشي عرفوا شكورهم من الأشخاص المخالقين هما بيدهم اللي ينتقلوا بشي عملوا اللي بخلاف ما يذننا نعرفوهم هذا كله هذا نعرفوه هذا نعرفوه وشجعناهم عليه ورفقناهم وعملنا الروبروتاجات وقلنا عليهم لكن فكرة لوتو تيست اللي موجود في فرنسا بسان كورو مثلا أكيد علش ما مناهو أكيد كان من المفروض أنه ندخلوا منظومة الصياد لها في الحكاية كي جي أنت تقول للسيداليات سيتم الدراج هذا يتوخد فما لجنة متع لجنة المخابر اجتمعت وحطت معنتها النقطة هذية في أولوياتها للدراسة متاحها وسهو يخرج القرار نستنو فيه معنتها فما دي بروسيدوري تحطو والغمانتدو لانفرمشان مخر والله إيجا نقول لك أحنا فما برشة أشياء راهو كان معنتها اللي اشتغلنا عليها مدة كبيرة وحبينا بش نعزوا القدرات الوطنية للتقصي ولكن فما حاجة مهمة برشة إذا أنت المعلومة ما تجيكش واللي معاش تعرف شو قاعد يصير وهذا هو أنك تحذر بالقداء العملية هذه وهذا اللي صاح وإن شاء اللي تبدأ معزولين في العالم وكان موجودة التجارة بالمقارنة وتبركة لانتوما وزيتون رزو انترنت وانترنت مع كل زملائكم في العالم ما بين مخابر وما بين اللي تكتب على الكورونا ينجم يعمل مجلدات من هنا للمريخ أحنا أحنا تونس وزارة الصحة وهي مفتوحة لكل كل تيست وإلا تحليل تثبت النجاعة متاعه وتثبت اللي هو نجم ونستعملوه واللي هو ما فيوش معناتها ديفوه أو ديفوه نيجاتيف هذا يكون يتعدى باللجنة لجنة المخابر هذه اللي تصادق عليه وأول ما يصادق عليه أحنا بالعكس منتبعي أنا كمواطن مدام منتبعي أنا كمواطن هس روحي معزول شوية وما عنديش اليد المفتوحة أني يسدي عندي أعراض ترسلي مربوط بالبسير والبسير قاعدني يقول لك نجيك للدار ما عادش تجي لأنتي سور بلاس وذاك أنت عمل البسير في البريفيل 170 دينار وعرفين المشكل متاع الكلفة فم قاعدنا عنا مشاكل أكيد أكيد أي تيست بش نستعملوه وأي تيست تثبت اللي هو بش يعاوننا على أن يعاون المواطن الساعة أولا ويعاوننا أحنا كوزارة صحة بش يتم تحضر في الأثناء قلت لك ثلاثية لابعاد الانتريفيو فتح الحدود مادام فتح الحدود كان بالنسبة للبعض مقعناها نقطة مفصلية صار فيها اتخاذ قرار بعد ما تونس عرفت نهاية الموجة الأولى أي زي تحالة الحدود تحالة الحدود ودون لفولي تقريبا صار السماح بالقيام بتظاهرات كبرى سياسية وهنا يقول القائل أين العقل أين العقل أين العقل المدبر وين المنطق من هذا الكل معناها كالكبار اليوم هننقصي وليوم هننقصي وكيما قصد بلدين أخر أراه هاي لهنا القرار السيس في الفترة جوان أغلبية البلدين بدت تشهد في تقلص حدد الحالات وتونس كما أقل من البلدين خلطوا لصفر حالة وأغلبية البلدين قرروا أنهم يفتحوا الحدود متاحهم خاطر منها مش يخليوا معناتها العالم الكل مسكر لمدة طويلة والقرار من تفتح الحدود كان مصحوب بإجراءات أخرى اللي هي القيام بالتحليل البسياغ للمسافرين لكل خاطر تعمل تحليل البسياغ اللي بوزيتيف ما يسافرش ومن بعد فما الحجر الصحي الإجباري اللي يصير في تونس حسب تصنيف البلدين ومن بعد وقتها خاطر كانت عدة بلدين مصنفة هي مناطق خضراء خاطر بالحق خلطت المستوى العدوى فيها تقلص بصيفة كبيرة ما تعتبر أنه كنا في جدوى أنه هذا القرار تم بالجدوى الكافية هو القرار هذا هو أولا كان قرار سياسي نعم 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 وأحنا كوزارة صحة كنا دارسنا شنوما الإجراءات المصاحبة للقرار السياسي هذا وفي الإجراءات المصاحبة وضعنا الآليات لتطبيق الإجراءات هذه وكما تعرفون بعد التضح اللي العدوى رجعت في عدة بلدين وهي وقت اللي باش تحل معناتها الحدود أكيد أنه هذا هو معناتها لكن وقت اللي وزارة الصحة وقت اللي المادة الشخمة الصحية متاع البلاد تخمم وتقول حذاري 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 وانت تدور من بلاتون بلاتون تقول حذاري وما بعد السياسي يسمح بالقيام بتظاهرات سياسية كبرى فيها آلاف لعباد بدال نهضة وغيره من الأحزاب عادي هذا هذا أحنا مش عادي وأحنا قلنا ومدامنا في وضعية متاع وضع وبائي معناتها صعب وكانت فم معناتها بروتوكولات صحية وحتى كانت كلمة رئاسة الحكومة وروزارة داخلية بإعطاء التأشير لتظاهرات سياسية هو كنا في فترة التجمعات الكل فيها كانت ممنوعة وكان من الأشجر باش إننا نطبقوا الإجراءات هذه وأحنا كما كما توا في الوقت الحالي أنت قلت ثلاثية الأبعاد نسالش نمشو للوقت الحالي خاطر فما دي لصان نجي ولتوا عليش القرار متاع الحجر الصحي الشامل لأن نثبت أنه كل ما يكون فما تجمعات كبيرة وكل فما ما تدي بغساج متاع لليم نعرفه نحن توا خلصنا نحن توا في حالة متاع مستوى انذار مرتفع جدا والمنظومة الصحية على معنتها تبعوا وتشوفوا في الضغط اللي هو موجود على المنظومة الصحية وإذا كان باش يصير نعرفه في عيادنا ونعرفه دي لديبلاسما ونعرفه كل شي إذا كان يجب يحط المنظومة الصحية في وضعية أصعبة برشا تجم تكون حتى لفن درمان هذا هو ماتا كان يلزمنا باش نلقاو حل خاطر كما تفضلت وقلت فما ماناش عارفين معنتها لو ميكانيزم متاع اننا انا دخ پا او ديسيزيان هذي بالنسبة للي أنا مشكلة كبيرة خاطر إذا كان انا دخ پا او ديسيزيان رانا باش ندخل في انسيخل بيسيو باش ندخل في كما ينبول دوناش باش نزيد الوضع يتفاقم ويتفاقم ويتفاقم احنا خلطنا السيتيواشيون تري كريتيك معنتها بالحق وضعية صعبة جدا الكل هوني كنقول الكل وكلمة قلتها برشا مرات لكن نعودها الكل مسؤول عليها معنتها احنا كأفراد كجماعات كمسؤولين يلزم باش نلتزموا بالإجراءات هذية ما عناش عدة حلول الحلول حاليا باش نقلصوا من عدوى فما التباعد الجسدي اللي هي كلمة لكن معقوراها تصرفات وسلوكيات يلزمنا نلتزموا بها فما سلوكيات جديدة فرضها علينا الوضع الوبائي باش نتفاداو اننا راو أعز الناس لنا في الانعاش وباش نتفاداو باش أعز الناس لنا يتوفاو وباش نتفاداو عدة وضعيات اختيرة برشا واللي احنا توقعدين نعيشوا فيها يوميا شوف لالي ساف هاو باش نعطيك باش تفهم شوية زيدا راو خاطرين نفهم انتوما دابوغ انت عندك مع الواقع معناها الاسألة اللي نسألك فيهما هاو مثلا كانت تسمع في شرعة تونسي تتشوف كيفاش يقول لك عنيش القرار السياسي أثرت فضل القرار السياسي أثرش على قرارات بتاع اللجنة العلمية القرار السياسي هل ساهم في نسبة الوسيات الكبيرة ونسبة الاصابات الكبيرة اللي شهدتها تونس قرار السياسي وهذه ثنائية اللجنة العلمية والقرار السياسي صار الفصل باش مايسيرش سواديزان الكونفلت في أخذ القرار ما بين اللي جن حسيلو. كمم تشاربك خانجيو نرجع أحنا فما معطيات علمية وفما إجراءات جربوها في العالم الكل وأثنة نجاعة متاحة. هذو من كليك هما مقترحات على إثر تقييم الوضع الوبائي تقوم بيها اللجنة العلمية لللجنة الوطنية في رئاسة الحكومة. اللجنة الوطنية تعتمد على عدة خبراء باش هي تاخوه معنتها القرار متاحة الأخير. لكن القرار متاحة لهذا الأخير تدرس فيه جميع الجوانب. الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وبتعمل المقاربة بين معنتها الجانب الصحي من جهة والجوانب الأخرى. وكان في كل مرة راهو نحب نرجع ونأكد اللي في كل مرة كان الجانب الصحي هو اللي يكون في أولوية الأولويات وفما نجمه نطبق الإجراءات هذيك ولا لا. لازمنا نعرفه اللي الجائحة هذية ماش كي من الفترة الأولى متاع شهر ولا شهرين وباش تمشي على روحها. هذي جائحة عندها أكثر من العام توا معنا تخيزك عنا عام توييكة وخلطنا للشهر الخامس متى عام وخمسة شهور. معنتها فما إجراءات تجم تطبقها في فترة قصيرة لكن من المستحيل أنك تجي تطبقها في فترة طويلة لكن فما إجراءات اللي هي خلناها ستيلة باز عنا ومتبدلتش في تونس. واللي هي تجم تعاون برشا باش تقلص من حدة انكشار المرضى ذايا اللي هما ارتداء الكمامة واللي هي احنا شجعنا عليه برشا وقلنا هذيك إجراء لازم نواصلوا فيه إنه فما معنا حاجات نجم ونتفداوهم ومعنضمش أنامباكت كبير على لا فيه سوشيال إلى فيه إيكونوميك هاكم اللي ركزنا عليهم وهاكم اللي في كل مرة قلنا لازمنا نطبقوهم وإذا كان الوضع الوبائي يتفاقم طريقة أنك يخليك تشدد الإجراءات هذه كنا في كل مرة معتها صار اتخاذ القرار بتجديد الإجراءات كما تعرف هي معتها الاستراتيجية ميزين فما ميزين نحاول مش نعملوا stop and go باش نخليوا اللي عباد ما هو المشكل الكبير في stop and go المشكل الكبير في stop and go هو ساعات تحس فما فرق كبير ياسر ما بين مقترحات وثقف مقترحات اللجنة العلمية وما بين القرارات اللي جي من عند السلطة السياسية وقت اللي تكون المارش بعيدة ياسر فما انتباع عند المواطن تونسي يقولك ما ياخدش برايه هم هذومه في كل الحالات شنو الجدوى من انه يكون عنا ان كوميتي سيانتيفيك الكميتي سيانتيفيك في العالم مجمع يتم الاستناد ليه لاخذ القرار السياسي ويكون فما نوع من التطابق بيناتهم كنوع من التناغم بيناتهم اللي يعطي مصدقية للقرار السياسي يعني كيف ده القرار السياسي في ويد واللجنة العلمية في ويد في كل بلدين العالم في كل بلدين العالم الدباء هذية بين اللي جيين العلمية وقرارات اللي جيين العلمية والقرارات المتخذة اللي هي تدخل فيها جميع الجوانب هذية أن دباء كوتيدان أحنا فما إجراءات كما قلت لك فما إجراءات بازيك اللي أحنا ندينا بيها اللي هي وحدها كان جات مطبقة رهي عاونة برشا وفما إجراءات تتخذ وقتها فيها من الوضع كما الإجراء اللي تخذها حاليا معنتها الموازنة راهي مهي السهلة وكانت حتى تحضروا معنا في المناقشات متاع اللجنة الوطنية راهوا كل مرة نقاشات أول عنصر نتخذه هو عنصر العلمي والوضع الصحي واللي هو يقعد ديما معنتها هذا راهو نقلك فيه بكل أنا يمكن ما كنت موجودة من الفترة الأولى لحد الآن ويمكن حضرت في جميع اللقاءات هذه ثم في بعض الأحيان فتح الحدود وقتها بالحق معنتها الإجراءات اللي تبعد فتح الحدود معنتها كانت من لول نجم ونقول سوبل شوية خاطر البيسياغ ما كانتش مطلوبة للعباد الكل ومن بعد ولينا شددنا ورجعنا البيسياغ للعباد الكل ومن بعد كيما شفتوا معنتها ثم حاجات ما نجمناش نطبقوها نعرف نعرف الحاجة للصحي الإجباري وتبعتوا أنتوما حتى مع وقت في فترة معينة على السلالات المتحاورة حبينا معنتها نطبقوها بصفة معنتها متشدة وشفتوا الفوضة اللي خلطنا لها شوف مادام مادام علي المشكلة هي في مرة أخرى مرة أخرى نقوله المواطن التونسي في حياته اليومية يلقى روحوا ساعات أمام أمام حاجة لعندها لساس لراس لساس لراس في أنه تخدم نص ثانية نعطيك مثلا وقت اللي يتسائل التونسي كيفاش يدخلوا سياح مثلا وجووا يقولولو ما اسمع رأوا السياح هذيكم بشي قعدوا في سير كوي فرمي ورأوا وهم قداش رأوا ساعات قام تسعين مية وعشرين واحد مية وعشرين واحد بشي منعوا السياحة التونسية هذا ساعات العقل التونسي البسيط العادي في شارع التونسي وشي قاعدين يعملوا في فترة متاع الحجر الصحي الموجه دي ما أنتو قلت لم نرجع نعم في فترة هذه الحجر الصحي الموجه تم أعداد بروتوكولات صحية لعودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية والقطعات حضرت بروتوكولات وحضرتهم مع وزارة الصحة وصارت حتى فيهم فالقطع سياحة حتى بروتوكول معنتها بش هو ينشط السياحة متاعه هذا دوره 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 معنتها حتى هو ركيزة من ركائز الاقتصاد التونسي هي السياحة التونسية وحتى بروتوكول والبروتوكول هذية حتى من اللول كان فيما بعض الاعتراضات على بعض مثلا البيسيار متتعملش والكل توا تمت مراجعة البروتوكول الصحي كما قلت لكم نقيم وفما دي لسان أبريز فما البيسيار اللي هي بتعمل للسياح الكل قبل ما يجيو كما أي واحد يدخل للتونس من بعد أنه كيف يدخل للتونس فما يقعد في أنسيخ كوي فغمي رهم مهم برشا ما يدخلش ان كونتاكت مع هما رهم هذين بشيجيو يبدأوا عامنين البسيار في بلدانهم يكونوا تحت المراكبة وبشيجيوهم بعض وفما بروتوكول كما قلت لك فغمي وأحنا حاليا في تونس معناتها على أساس أنه بشيجي ملقح يدخل للوتيل يعوم في البحر جمعة من زمان ويروح هذا هو هذا شنوناوين هذا شنوناوين لكن بعد ما بين الواقع وما بين وما بين الحقيقة الحق هو فما التزام من عند وزارة الصحة ومن عند وزارة السياحة أنهم بش يقوموا بتطبيق البروتوكول الصحي هذا اللي موجود وقاعدين حتى حاليا أنتم ما نشوفوه أغلب البلدان مصكرين على رواحهم حتى ما فماش السياحة حاليا ماش في فترة ناشيطة لكن احنا نخدمه على الفترة اللي تشجم تونس مستحقة لأي دعم في الاقتصاد المتاحة لكن بتطبيق البروتوكول الصحي أنا راني من أكثر الناس اللي كنت دعيت وديما النادي بأننا نكونوا ملتزمين قطاعات حتى البروتوكول يجب ما تطبقوا كسوسواء نرجع لوزارة الرياضة حتى البروتوكول يجب ما بش تطبقوا وزارة السياحة وزارة الثقافة الوزارات الكل حتىوا دي بروتوكول واضحين ومرة أخرى فيهم انتباع مدام بن علي أنه فما نعمل ارتجال وقت اللي يخرج وقت اللي يخرج قرار فيه من عند رئيسة الحكم وعلى لسان على لسان الناطقة رسمية ومبعد ما يخرج نفسه في البلاغ رئيسة الحكم ومبعد وقت اللي يخرج التفصيل من عند وزارة التجارة فما تفصيل آخر يخص الفضائيات الكبرى دونك اسمع تجاري الكبرى دونك كلكباغ هني قلتك مرة أخرى صحيح فما دروس نتعلموها ناس كل لكن برشة دروس هذولي برشة دروس هذلك عليش راهوا مهم برشة باش نقيموا ونبنيوا على على التجارب المقارنة ونحاولوا باش هي راهي أزمة عالمية وما فيهاش حل معنتها كان جاي فيها حل واضح رهم لعباد الكل خذاوة فيها عدة حلول والحلول الحالية اللي هي متوفرة لنا في العالم الكل هي جميع الإجراءات اللي يتنقص من الانتشار والحل الكبير اللي هو كذلك التلقيح اللي هو من شأنه باش يحلطنا للمناعة الجماعية هني جايوا هني جايوا التلقيح توتسويت أنت لما حالك خلي نفسره للسيد المستمعين أنه وراه ديزورمي ديزورمي نساف بن علي معنداش الحق تقريبا تحكي في التلقيح دا كوردو حسب توصيات وزارة الأصح ولذا لا معها لا نجم نحكي على مراكز تلقيح لا نجم نحكي على عدد الملقحين نجم نحكي على ذاك يتحكي مع هشمي الوزير صحيح ولا غالط هذا هو هنا هو القرار اللي خلاني اللي خلال الشي ولا دونك ذاك عليش نحن نتوقع دين في الوضع الوبائي والجستيون اللي صارت عليه وعلى الوضع الحالي لو خدنا حيو على الوضع الحالي بسرعة ونمشي شوية للمستقبل قطر تقريبا نوصل للنهاية تم اتخاذ قرار لاتخاذ القرار هذا هو حجر 24 مخري هو هذا نفس الشي شفناه في كل مرة فما دي غستكسيون نفس الشي صار في في فرنسا وقت اللي سكلوا على الليل دو فرانس والعباد لكل خرجت معناتها هذم اللي موفمون فما عباد احنا هذو عطينا معناتها العباد لكل نكونوا واعين بأننا في وضعية اختيرة برشا اللي نجم مش ميمشيش العائلتو ملزموش يمشي معناتها نمشيو مشيو المشكلة مش لازموما يمشيش هم مشيو احنا كنا دعينا كنا دعينا وهذا هو ما تراه السلوكيات كي تبدأ في جائحة عالمية طويلة كما هكا صعيب برشا باش انك تفرص سلوك معين لكن انا انا نتجه توالتوانسا ونقول لهم راهوا بالحق ما عناش حلول كبيرة ما عناش حلول كبيرة إلا ان ما عناتها نلتزمو بديارنا لا مادام بناري مش صحيح في بلدين اخرى اذا كانت تسمح في بلدين اخرى السرامة كانت اكثر برشا من هذا وكانت فيها علاقة مباشرة بقوة الدولة وبقوة انفاذ القانون هذا تعارفوا انتي مادام بناري تعارفوا نك اليوم عنا دولة اش تعمل تجي تاخو جمعة من زمان تعمل معها تعمل ديل مع روحها وفات ديل مع روحها هاني بش نعطيكم 48 ساعة بش الدنيا مترشق ليش انا وتعرف كيفاش مادام تحبوا القاتو هاني مش نحنلكم زادة محلات المرتبة خاطر لديكم لازمكم يخدموا خاطر لازمكم شوية قاتو كيوفا رمضان شوف البلدين اللي كانت تسمح مادام لكن البلدين اللي ما ضحاتش روضحاوا رو الوربيين الايطاليين روضحاوا الفرنسيين ضحاوا فمن يس قعدت بالخمسة شهور ما خرجتش من دارها بالعمل عن بعد هذا تعرفوا انت مادام من علي سوف كو بو تقول انت ثقافات ثقافات وآليات للعمل عن بعد ويرزم يكون هذا كل محضر فما حاجات راهوا يزمنا نعرفوهم الواقع متاعنا انما نجموش في كل المجالات نحطوا العمل عن بعد في تونس وللأسف كما التعليم عن بعد كما برشا حاجات أخرى فما حاجات ما كانش من الممكن باش نحطوها لكنك فما برشا حاجات كان بدينا ومن الممكن باش نحطوها عذاك علش انا حتى الردع مهم برشا احنا ديما قلنا كل مخالف يلزم عملية الردع باش ما انتها ما تتعاودش لكن انا نحب بانتها نمشي نتوجه للتونسة اللي هما وراوا في فترة معينة اللي هما قادرين باش يلتزموا ووراوا اللي هما يخافوا على عائلاتهم يخافوا على أقرب الناس لهم يلتزموا ونحب نقولهم رانا توا في وضعية اصعب برشا مرناش بها حتى مررها الوضعي اللي احنا توا فيها هي صعيبة برشا والوضع الوبائي اختير برشا اذا كان احنا معناش القناعة الداخلية اللي يلزمنا نلتزموا بالاجراءات الوقائية مهما تكون الردع مهما باش يكون الردع راه باش يكون فما مخالفات انا نحب نرجع ونتوجه فما حاجات راه كبيرة وتجم اذا كانت فداوها باش تقلص من الحدة هذا ان كل ماهو تجمعات راهو بالحق ما يلزموش يصير معناش هذا حاجة غير مقبولة في وضع وبائي كيما اللي نعيشوا فيه توا يلزم باش العباد لكليك نعرفوا اللي زايد باش اذا كان احنا ورانا معنيين راهو رك خوك رك بوك رك ولد عمك راهو عائلتك معناش يلزم خلطنا الاتاء اللي توا احنا في وضع خطير جدا نحبو نخلطو ان مايصير الناش انغوبان ونخلطو باش نقلصو من الامتشار هذي يلزم بكلنا نلتزمو مع الناس خيار اخر وإن اخير حول التلقيح قداش لازم يلقحوا مدام هذا رو من جانب الوضع الوبيئي ما عنده حتى علاقة باش متحسروا حك قداش في تونس لازم يلقحوا باش نقربوا من نوع من المناعة الجماعية من نسبة تغطية بالتلقيح هما البلدان اللي عرفوا حاليا عودة وإحنا قداش ملقحين مدام النسبة تويكة للاجمالية ما عمديش الرقم الحق هو الرقم الجمالي احنا بعاد ياسر على الرقم هذا اللي تحكي عليها انت 60% ولذا لكن المستقبل الكله مربوط بتلقيح أكيد العالم الكله هو رهو من اللول ما كانش عنا حتى الامل هذي التلقيح ما كانش موجود والحمد لله حاليا فما خبمة كبيرة قاعدة تصير لجلب التلقيح توفير التلقيح وللتسريع في عملية التلقيح وهذا يظل أبجكتيف نخدمه عليها في وزارة الصحة بالتنسيق مع رئاسة الحكومة باش نجم نخرطوله ربي يحمي توني السكر اللي كلي سابر عليها عيدكم مبارك سعيد ترجمة نانسي قنقر